بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب هذا حديث الحقيقة في غاية الأهمية ويبين أن الصدق هو وسيلة هامة جدا من وسائل التقرب الله سبحانه وتعالى والنجاح في الحياة وأن الكذب والعزب الله هو أساس الضمار والهلاك في الدنيا والآخرة حديث صاضح عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من زنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخروه له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب أن الكذب والخيانة والظلم عقوبتهما في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوضح أن الصدق يهدي إلى البر ما معنى هذا الكلام يعني الإنسان الذي يتعود في حياته أن يكون صادقا في كل أحواله فإن هذا يهديه إلى أعمال الطعاة أخرى والأعمال البر هي كل أعمال خير ودائما تلاقي الإنسان الصدوق دائما كل أعماله خير أما الإنسان الكاذب والعزب الله كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار يبقى نقول صدق بر الجنة إن شاء الله كذب فجور يعني الإنسان بكذبه يقوده إلى معاصي أخرى وإلى جرائم أخرى وإلى مشاكل أخرى وإلى متاعب أخرى ثم يكون مصيره إلى النار نسأل الله العفو العافية وهداية الإنسان بصدقه إلى البر هذا معنى أن الله عبدالله يسيسر له ويفتح له كل أبواب الخير والإنسان حتما سيبتليه الله سبحانه وتعالى بمواقف معينة ماذا سيصنع؟ في بعض الناس طبعا حياته كلها كذب سواء تعرض لمحنة أو لغير محنة ودي حياته كلها ضمار حقيقة لأنه وثبت علميا أن الإنسان أثناء الكذب في المقدمة بتاعة الموق اللي بتصامى النصية بيحصل فيها دربكة وكركبة وبتنشط بشكل غير عادي وده الحقيقة بيأثر أن حياته كلها كل القرارات بتكون خاطئة لأنها هامة جدنا في تخزي القرارات لأن إصدار الأوامر الحركية والإدارية بتكون منطقة النصية اللي في الأمام والتفكير والتركيز كل ده بيخرم عنده والحفظ والسيطرة على الانفعالات والرقابة الذاتية وحتى المشاعر والعاطفة ولذلك ربنا عزيزان ذكر ذلك في القرآن قال سبحانه وتعالى ناصية كاذبة خاطئة لمقدمة المخ فالإنسان الذي يتعود الكذب بيحصل في عدم انتظام في خلايا المخ ومنطقة النصية الأمامية وبالتالي إنسان فاشل في كل حياة وعن دائما حتى الحياة العملية بتقولك دائما التجري الصادق هو أعنجح التجار هو أفضلهم وأزكاهم والإنسان اللي هو كثير الكذب بيكون فاشل في كل حياته لأنه بيفقد المصدقية ودي أهم حاجة والحقيقة أن الكذب هو رأس الخطايا كما ورد في الأسر يعني رأس كل المشاكل والمتاعب هي تأتي بالكذب ثم عقاب الله في الدنيا كما وردنا الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الكذب والظلم والخيانة هي يعاقب صاحبها في الدنيا والأخرة تلاقي كل حياته متاعب لأن الله سبحانه وتعالى نزع منه التوفيق أهم حاجة التوفيق لما الإنسان يفقد التوفيق كل حياته تكون غلط وكل حياته تكون نزاعات ومشاكل مع الآخرين ويفضق مصداقياته مع الناس ثم إنه يقود إلى الخطايا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يقود إلى الفجور إن الكذب يقود إلى الفجور والفجور يقود إلى النار يعني ويتعرب بعد ذلك للإهانة وعدم احترام الناس لأن الذي يجذب يتصور أنه خدع الذي أمامه لا طبعا الأمر كلها بين الله سبحانه وتعالى سيفضحه الله سبحانه وتعالى حتمة يعني يكذب الكذبة وبعد يمكن لحظات أو دقائق أو يوم أو اتنين يأتي شخص آخر يأتي بحقائق ووقاع ويسوط أنه كذاب لذلك الحقيقة تجد المجتمعات الرقية المتقدمة بيعتبر إن الكذب ده أساس الفشل فتلاقي بعيد يتقفى بذلك إنما المجتمعات الفاشلة أو الأسر المنهزمة الفاشلة اللي بتتعود على الكذب وأخطر حاجة بقى أن يتعود الطفل الكذب من أبيه لأبو كذاب لا مستحيل مهما تديه مواعز وقطب ومحاضرات وتفهمه أن الكذب ده يدمرك في حياتك مستحيل لأنه انتقلت هذه الطباع من الأب الأم والحياء أنا بيجيبني بعض الشخصيات الحقيقة المحترمة إن عايش كل حياته في لخبطة وأول ما يجي يتزوج وينجي يقولك لا أبدأ حياة جديدة بقى لأننا عند جيل عايز رب جيل لأنه ده الأسر الذي تتركه بعد حياتك فالخطر كل الخطر إن الإنسان يتعود الكذب ثم ينتقل هذه العادة السيئة الخبيثة إلى أبنائه ويكون الضمار والهلاك لهم في حياته وبذلك لما يكون يعني في منصب مرموق ثم يجذب يفقد كل شيء ويفضق مزغيات الناس تلاقي بعض الناس متقدمين في السن وتلاقيهم متأخر لا ينال وظيفة قيادية أبدا لأنه لا ينال حب الناس واحترامهم ويفقد الثقة والثقة تكون بينه وبين الناس وفقودة وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا تحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان حديث آخر وإذا خاصم فجر يبقى دي من آيات المنافقين نسأل الله العفو العفية وآخر حاجة أنه يقول إلا نرجعنا من العزب الله لأن الكذب يعتبر من أعظم وأبشع السيئات التي توضع في ميزانه فتسق الميزان سيئاته وتكون مسير النار كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم كبير